وليه الإنسان بيحاول بكل قدرته إن يثبت إن إنسان أصله إيرت؟ مش حاجة حلوة لإحنا نثبت ناصنا إيرت؟ الحقيقة بتخيل أنا بس إنها جاوبك ده تخيل مش لو الأرودة عندها تفكير هتضحك علينا تمام؟ ليه إنتوا عايزين تبقوا زينا؟ تمام؟ ده تخيل ده مش الإجابة الإنسان عايز يبعد الله عن معرفته لم يستحسنوا أن يضعوا الله في معرفتهم فالإنسان عايز يشوف أقرب حاجة في التركيبة الجينية وتركيبة المورفولوجي التركيب اللي بتاعنا ويحاول يقول إن إحنا جينا منها عشان يقول إن إحنا كلنا عائلة وحدة تمام؟ علشان يقول إنه ما فيش ربنا أنا عندي فيديو هنا صغير بس بالإنجليزي فمش أعرضه عن واحد اسمه أتنبرا ده راجل عالم ممتاز جدا لكنه ملحد في العلماء البيولوجي عامل برنامج جميل قوي قوي بس يمسك الناس آيبادز وبتاع ويقول لهم أنا هوريكم أنت جيتوا منين ويوريهم شوية حاجات كده يعني يقول كلنا عائلة وحدة وفي الآخر يوريك زرافة وإرد وإنسان ويقول إن إحنا كلنا عائلة وحدة سؤالك وجيه جدا ليه الإنسان عايز يقلل نفسه؟ إحنا خلقنا على صورة الله وشبهه ولإنه الإنسان عايز يساوي نفسه بالكائنات غير العقلة هيبعد عن ذهنه فكرة إنه هيتحاسب قضام الله إنه عارف تماما إنه الإرد لو أتل ما لهوش حساب ولا هش عندي غلط لكن الإنسان لما يقتل ليه حساب؟ الإنسان لما بيزني لما بيسرق كويس؟ حتى لو المجتمع والقانون الوضعي لم يحاسبه لكن فيه فيه إله خالق سيستحضره إلى الدينونة الفكرة دي بتقرق الاسم بتزعج الإنسان هو مش عايز يتوب لكن في نفس الوقت مش قادر يلغي صوت إنه فيه حساب طب يبقى يعمل إيه؟ يبقى أنا مخلوق زي بقيت الكائنات دي يا فيش حاجة اسمها الله من الأصل كأنه عايزوا إليه ما تزعجنيش الفكرة دي بتزعجني قال الجاهل في قلبه ليس إله وبعدين السبب فسدوا ورجسوا بأفعالهم والغريبة الغريبة إنه في الآية دي أو مش الغريبة يعني العجيب في الكتاب لما بيقول قاله مش العالم في قلبه لا العالم الله يفرح بكل دراسة وزي ما بيقول لنا الدكتور ناجي إنه الله يريدنا أن نكون دارسين متبحرين لكن من رفض وجود الله كالخالق وكالإله اللي هو أصل كل شيء كتاب سمى بغض النظر أنا هسميه إيه؟ أو الناس بتسميه إيه؟ كتاب سمى إيه؟ جاه ترجمة نانسي قنقر